شهدين الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد تحركت الدولة المصرية بشكل سريع للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واتخذت العديد من الإجراءات ربما من أبرزها تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه الأزمة بالإضافة إلى رفع المعاشات وعدد من الإجراءات للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع يشرف هنا الليلة في الستوديو الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك بداية يعني كيف تقيم الإجراءات التي تخذتها الدولة وما زالت في الحقيقة تدرس مزيدا من الإجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية التي نتأثر بها بشكل منطقي طبعا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقرارات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية طبعا هي قرارات ضرورية في هذا التوقيت لأنها بتتماشى مع مقتضيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها التي ترتب عليها أزمة اقتصادية عالمية وبالطبع الاقتصاد المصري هو جزء من الاقتصاد العالمي بيؤثر فيه وبيتأثر به طبعا أيضا هذه الإجراءات أنا أراها بتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية طبعا هذه القرارات يعني هي طبعا لها العديد من المؤشرات والدلالات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي على المستوى الداخلي طبعا هي لها أبعاد سياسية بتعكس حرص القيادة السياسية وشعورها بنبض الشارع المصري وسعيها إلى الحد من أي تأثيرات خارجية على استقرار الأسر المصرية لها طبعا أبعاد أيضا اقتصادية لأن دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاعات الاصطناعية ده أمر غاية في الأهمية خلال المرحلة الحالية كما هو الحال كان خلال أزمة كورونا لأن ده بيترتب عليه استمرار في عجلة التشغيل والإنتاج بيترتب عليه استمرار في معدلات النمو أو تحقيق معدلات النمو مجابة على مستوى الاجتماعي طبعا حجم الأسر التي تم ضمها إلى تكافل وكرامة كرابة 450 ألف أسر تقريبا نقطة مهمة جدا لأن بتحد من أثار هذه الأزمة على الأسر الأكثر احتياجا على المستوى الدولي وهو نقطة مهمة جدا لها أهمية لأن العالم ككل لم تلقى صدمة جديدة وهي الأزمة الحالية دون أن يخرج أو يفيق من الصدمة السابقة الخاصة بجائحة كورونا وتداعيتها وتأثيراتها على اقتصادات الدول وبالتالي تقديم الدولة المصرية لهذا الدعم من القرارات الاقتصادية والاجتماعية في هذا التوقيت تحديدا هو بيعكس للمجتمع الدولي قوة الاقتصاد المصري وبيعكس أيضا نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لأن هذه القرارات والإجراءات في هذا التوقيت هي بتعد شهادة ثقة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لأنها بتعد أحد مكتسبته دكتور كريم يعني اليوم كان هناك توجيه رئاسي جديد بضمان توفير كافة السلعة للمواطنين بأسعار مناسبة كان هناك اقتماع لرئيسة بالفتاح السيسي مع وزاري التجارة والمالية واليوم أعلنت وزارة التموين أنها وصلت إلى 99% من وصول مقررات التموين إلى منافذ البيع والبدء في صرف مقررات شهر أبريل وفي هذا دلالة على استمرارية توصيل كل مناحي أبدعم لحوالي 64 مليون من حاملي بطاقات التموين في ظل بدايات هذه الأزمة إذن هناك بداية مبشرة تطمئن المواطنين أن القادم تحت السيطرة يعني هي طبعا يعني كافة التوجيهات إذا ما نظرنا إليها هنجد أنها بتولي اهتمام كبير بالحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية بيأتي في إطارها طبعا توفير السلع الأساسية لكافة المواطنين سواء المستفيدين من الدعم في بطاقات التموين أو غير المستفيدين من خلال توفرها داخل الأسواق طبعا يعني خلينا نقول أن في أنماط عديدة لإدارة الأزمة هناك إدارة الأزمة من خلال وضع سيناريوهات لها للتعامل معها هناك إدارة بالأزمة ولكن الدولة المصرية بتنتهج نهج متميز جدا وهو الإدارة مع التوقع للأزمة وإعداد سيناريوهات لها وهذا ما لمسناه في أزمة جائحة كورونا وسرعة التعامل مع الأزمة والحد من تدعيتها من ناحية من ناحية أخرى في هذه النقطة الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة انتهجت مجموعة من الخطوات والإجراءات اللي بتحقق الأمن الغذائي للدولة المصرية وجدنا ده على سبيل المثال في القمح وجدنا توسع في زراعته وجدنا إنشاء صوامة تكنولوجية حديثة بتقلل من نسب الفاقد وبتحافظ على المغزون لفترات طويلة وبالتالي هنا هنجد أن هناك رؤية للدولة في إدارتها وفي تحقيق أهدافها وخططها التنموية بتراعي فيها تحقيق الأمن الغذائي والأمن الصناعي للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر